الستيك مع الخضار وصلصة الكاجون الكريمية بدنا قطع ستيك مقطع بالإضافة إلى قطع زبدة وزيت نباتي بصل مفروم ناعم كيوبس توم مهروس فريش ملح وفلفل فهر ستيك خشن إن وجد ما فيه بنحط بهار مشكل كليل الجبل روزميري بالإضافة إلى البهارات الإيطالية ميكس إيطاليان سبيسيز بالإضافة إلى البابريكا الخشنة إن كانت حلوة أو حارة أو مدخنة اتنين معلقة كبيرة من ورشتر سوس أو ورشستر سوس حسب ما أنتم بتلفضوها زي ما بدكم هي صلصة خاصة للحم الخضار رح نستخدم بطاطا بيبي عشان ما يكون فيها مرار مع إشرها طبعا مسلوقة وبعدين بنحمرها زيت زيتون وزيت نباتي عشان نعمل الخضار سوتاء بروكولي مسلوق على البخار عشان يضلونه أخضر فلفل رومي ألوان مثل ما هو رح نعمله سوتاء بسيط فهرات الكاجون أو الكيجن بابريكا ملح وفلفل توم وبصل بودرة صلصة الكاجون اللي بتزبط لكل أنواع صواني اللحم أو إذا بدك مع المعكرونات فيها لحمة مفرومة اللي هي نص قص بعض زبدة يعني 50 جرام نين معلقة كبيرة من الزيت النباتي نين كوب من الفرش كريم اللي للطبخ خاصة نص كوب من جبنة البرمزان شيز المبروشة نين أو معلقة كبيرة من عصير الليمون بالإضافة إلى توم مهروسة فرش ملح وفلفل بارات الكاجون أعشاب إيطالية خشنة توم وبصل بودرة مزرلة وشدر مبروش للتقديم نعم هي شوي طويلة ولكن انتوا شوفوا الوصفة معاي مباشرة رح تكون مقابلكم صراحة تختلف تماما عن المقادير يعني إحنا عادة تنستة لما نشوف الوصفة فيها أكتر من صفحة خلاص بنقول صعبة وما بدنا إياها الأرقام عم تظهر أمامكم بأسفل الشاشة ومتبعين إحنا معاكم من خلال البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي هلأ أنا هون إيش بدي أعمل؟ بدي أعمل كسرل للحمة ورح نحكي عن اللحمة بشكل خاص تمام بالإضافة إلى كسرل خاص للخضار وبعد ما نشوف الخضار بح نحكي عن السوس الأبيض هاي جهزنا الكسرل هلأ لما إحنا بنحكي قطع ستيك بيروح بالنا على قطعية لحم غالية صراحة موضوع الستيك ما بزبط مع اللحم البلدي واللحم اللي إحنا بنحبه في بلادنا الستيك بده لحم مستورد فعندك إفريقي وعندك نيوزلندي وعندك أسترالي بالسوق هدول التلاتة بتبقى فاكيوم مبرد مش مجمد تيجي هيك علبة باكيوم بكيس مصحوب منها الهواء هي وسوائلها الدموية معاها هلأ أنا بصراحة أخدتها الإفريقي موجودة بكل المولاد والليل أعطيني اللي مبرد مش اللي مجمد اللحمة زي الفستو هيك بتنسل معاكي فأنا أخدت صراحة في الأنقص في الرب آي أنا جبت قطعية الرب آي من اللحم الإفريقي الفاكيوم المستورد أطعتها ممكن تقطعيها ستيك قطع دائرية وممكن تقطعيها راس عصفور أنا صراحة بقطعها زي ما بقطعها في بيتي بدي إشي يبرك إشي يبين في الصحن وإشي كمان يكفي عيالي بالبيت لذلك أنا شو عملت أطعتها بهذا الحجم اللي هي بحجم راس العصفور لذلك إذا عندك أنت رب آي أو عندك ستيك كان به ما عندك تقدر تستخدمي لها الوصفة اطعت عجل بلدي عجل بلدي تمام؟ هلأ أنا شو سويت حطيت عليها نقطة ماء وشوية مطيبات من الهيل الحب من وراء الغار وقلبتها شوية على بخارها لما شوية طريت معاي هلأ بدنا نحضر إحنا لللحمة كلقاتي بدنا نستخدم زبدة هلأ الزبدة حطيتيها مع اللحمة أو حطيتيها مع الويت سوس المهم في زبدة بالطبخة تمام؟ فأنا أحب أحطها صراحة مع اللحمة لأنها تعطي نكل اللحمة غير شكل لما إني أنا حطيت زبدة فورا بلحقها بنقطتين من الزيت النباتي كرمال ما تنحرق معاي تمام هي وراح ننزل عليها عرق كليل الجبل فرش كليل الجبل هي عشبة موجودة ببلادنا بكميات عشبة عطرية بتنكه بس صراحة دايما الأخضر أقوى من اللي هو المجفف كتير بس بدك تغسليها منيح لأنه بين الأوراق دائما بحشر أطربة بكمية كتير كبيرة لذلك غسلناها كتير منيح عرق واحد بكفي رح أنزله على المادة الدهنية عشان تسحب الزيوت العطرية الموجودة فيها فهلأ قبل ما تطبخي أي شي رح تبلش تشمي ريحة كليل الجبل كليل الجبل هو نفسه رزميري هو نفسه حصلبان فهي مسميات لنفس العشبة صباح الخير يا إكرام أهلا وسهلا صباح الورد لأحلى شف بالعالم حبيبتي من بعدكم أهلا وسهلا قولي يا إكرام أول شي بدي أخكي ألف ألف مبروك للشعب الأردني نعم بملاسبة عيد دواد تمو الأمير الله يهني الشعب الأردني وتييدنا آمين وآمننا وإستقرارنا الله يدي من فرحة على الأردن يا رب يا رب اللهم آمين وكل عام وأحنا بألف خير الشعب الأردني وسيدنا وكل الشعب بخير بعيد في الاستقلال يا ستة علاء نعم أكيد وانت بخير وصحة وسلامة وانت أكثر شفق العالم حبيبتي الله يسعدك ويديمكم ويديم الأفراح على الجميع يا رب أهلا وسهلا ستة الكل طيب هلأ هون أنا صراحة نزلت البصل عم بدبل فيه ما رح أطول عليه كتير إذا أنتوا شايفين أنا حطت إشي زي المعجون هذا معجون التوم هذا اللي فيه إشي هيك زي شعيران هذا معجون الزنجبيل بتروحي نعم أشكركم بتروحي على المول هذا يعني سر من أسرار الطبخ التوم الفرش والبصل الفرش ما بيغني عن نكهة معجون التوم ومعجون الزنجبيل هلأ فيه بسوء معجون توم وزنجبيل مع بعض أنا بفضل كل واحد لحال جيبي هذا موجود بالرف اللي عنده السوسات بالمولات بتروحي بتلاقيه بمرتبنات معجون توم وزنجبيل هذا الشغل لصواني الاستيك والأطباق الغربية بيعطيكي شغل مختلف تماما عن نكهة الفرش فأنا حطيت بصل فرش وحطيت توم فرش بس كمان حطيت هذا المعجون فأنا هون عم بعمل خليط يعطيني اغناء كتير عالي لنكهة اللحم بعدين رح ننزل اللي هي اللحمة وفي عنا البهارات والورشستر سوس هو مش صويا سوس هاي شو في شكله في بشبه الصويا سوس بس هو مكتوب عليه ورشستر سوس أو ورشتر سوس حسب ما انت بتلفظي حسب السبلنج عندك حسب ما انت بتحبي فهذا خاص للحم هذا الشغل 30% من نكهة اللحم خصوصا ان كان استيك فإحنا ايش بدنا نسوي عم نقلي الخضار عم نقلي بهم على الهدى تمام بدي اجيب الابهارات احمصها زي ما تعودتوا علينا ابهاراتنا خشنة ودايما بنعمل لها صدمة بدرجة حرارة المادة الدهنية إذن احنا بنحكي باشي علمي مش موضوع ابهار والسلام ورح نحط شوية فلفل اسود احنا لسا عند الستيك فلفل اسود ما رح اكتر كتير رح احط شوي من ملح على الكسيح وصباح الخير يا جميلة صباح الخير يا ست عداء أهلاً 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 وسهلاً بالحلوين نورت والله ما شاء الله قدت كويسات وكل أكلت الطيبات حبيبتي أهلاً وسهلاً فيك من وين تحكينا يا جميلة؟ والله من عزبون احنا من باعون يعني يا سلام الحب الحب أهل عجلة أهلاً الله يحب وإحنا كل يوم نتابع ست عداء آه ست كل يوم نتابع الله يسعدك ويطول عمرك يا رب قولي ست جميلة معك إحنا ومنهني الأمير حسان وأبونا سيثنا أخونا نعم وهذا والله أي مناسبة أني فعل العلم دائماً أنا نعم حبيبتي القلب الله يسعدك وطول عمرك يا رب أهلاً وسهلاً إذا أنتم ملاحظين أنا شلت كليل الجبل سحفت منه زيوت العطرية كل ما ضل على النر أكتر كل ما أعطاني مرار لذلك بتخلص منه مباشرة مباشرة ما بستنى عليه إذا إحنا خلينا دقائق بس رح نتلفه مباشرة نزلت لبهارات ملح وفلفل مكس من لبهارات الإيطالية بهار مشكل بهار ستيك اللي موجود بهار بدك زعتر ناشف بصير معنا كمان اتصال ورح ننزل اللحمة مباشرة صباح الخير يا أم أصيل صباح النور كيف تكشف؟ أهلاً بأهل الأصل والجود الله يخليك يا ربي بدي أول شيء أبارك وبعيد الاستقلال وزفاف سمو وولي الأهل نعم كل سنة انتوا سالمين جميعاً يا رب وانتي سالمة يا رب حساً في عندي سؤال بالنسبة لللحمة لا اللحمة لا اللحمة أوقعت كثيرة مثلاً واحدة بيعمل عزوما واشي فبيزيد شوي بتحطي بالفريزر بحس الطعم بيتغير يعني يعني بتحسين بس تعدي تطبخه أو تحطيه بطبخة ثانية ما بيطلع يعني زي ما أول مرة سلقتيها أنا مش فاهمة إشي بس أنتي قلت طعم اللحمة يتغير صح هيك؟ أه بحكي لك أنه أوقات بيكون عندك عزوما فتزجي كمية لحمة كبيرة صح طبعاً لما بيزيد إشي بنحطه بالفريزر صح بس نحط بالفريزر بيتغير طعمه ما بيظل طعمه غير ما كان أول مرة مسلقتي أم الأصيل يا قدعة كلامك سليم 100% هلأ بنقول شو الحل أبشري ستي يام طيب هنا حطيت ورشستر سوس مع لقتين كبار شوفي شو عملت عملت تغليفة مباشرة بط في الغاز ما بدي الغاز يضل شغال بح تكمل في داخل الفرن أم الأصيل كان عندها عزومة وزاد عندها شوية لحمة وراح أتحططها بالفريزر ولما أجد تطبخ تاني مرة شعرت بأن النكهة مختلفة اللحمة ست الكل فيها سوائل دموية السوائل الدموية بتضل في داخل أنسجة اللحم بالتالي لما أنت بتحطيها بالفريزر بتتجمد بعدين هي يا ريت بس طعمها بتغير كمان لون اللحمة بتغير قبل ما نحفظ اللحمة بالفريزر بدنا ندعكها بمي وملح طلعي على الماء شو بصير فيها بالكسر ولا أو بالبولة صير الماء معاكي حمرة حمرة فأنتي سحبت السوائل الدموية وراح تلاقي لون اللحمة زيهي وصار لونه كتير حلو بس هذا هو وصفيها كتير منيح خليها بالمصفاية تصفي منيح وعلى الفريزر وإن شاء الله أمورك طيبة تمام؟ هلأ إحنا شو رح نسوي بدنا نعمل الخضار ستة رح ننزل فلفل رومي أصفر فلفل رومي أحمر الأخضر ما رح أشتغل فيه أبداً بمرمر على الفرن أو بدرجة الحرارة وكمان رح أنزل البروكولي اللي عملته أنا على البخار شوفي كيف إله من الساعة 7 على طاولة المطبخ أبداً ما صار لونه لا أصفر ولا بني والسبب بأنه أنا عملته على البخار فعملنا صدمة بالبخار للمادة الخضرة وإحتفظنا فيها هلأ أنا بدي أعملها شوية ستين مع شوية بهارات ستين يعني تشويحة بسيطة البطاطا جبتها أنا بيبي من الصغيرة هلأ موجودة بالسوق ومش غالية بيقشرها بتغسليها كتير من يحمل الأتربة بعد أن حطت عليها ملح وفلفل وبابريكا وطبعاً سلقتها بعد ما سلقتها حطت عليها بهارات وشويتها بالفرن أو بتشوحيها على الغاز بس أنا ما شوحتها على الغاز صراحة عشان ما بدي إيها تشرب زيوت كتير خليتها زي ما هي ها شوفي طلع ها طلعي ما أحلاها ماسكي حالها اشرتها على فكرة كتير حلوة البابي بتكون اشرتها كتير حلوة على أمها فما بتمرمل معاكي فإحنا بنغسلها كتير منيح ملح وفلفل وبابريكا وزيد بعد ما سلقتها حطت عليهم وبعدين شوحتها هلأ هون الخضاء رح أحط فلفل أسود من الكسيح بالإضافة إلى الملح وطبعاً الكسيح في عندهم كتير من المنتجات ملية الأسواق بالأول وبالتاني واللي هو أهم شيء متوفر سعرها للكل بالإضافة إلى أنه كمادة جودتها عالية رح نحط شوي فابريكا زيت زيتون زيت زيتون كسرته بشوية زيت نباتي منه إشيء خفعه معدتي ومنه فائدة متجانسة ملح وفلفل زعتر ناشف والبابريكا الخشنة لما تشوف الزيتات تختفوا فوراً تطفي الغاز خلص بكفي هلأ البطاطا عندي ممكن أنا أمزجها معاهم بس لحتى تاخد النكات في عندي شوية مزرلة وشدر تشيز مبروش على جنب بالإضافة إلى عندي خلطة الوايت سوس اللي هي السوس الأبيض هلأ هون عندي أنا جاهزة لأنه حكي أنا بدها تفوت على الفرن فلازم أنا إيدي تضل ميزان حرام أخسر كل الطعمة والفائدة كمان هلأ هون الوايت سوس صراحة سهل جدا نزلي الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم عندك تحط يتوم باودر أو معجون أو بصل بصير بس إحنا خلص حطينا مع اللحمة فما بدنا كتير يعني نضيع كل هالنكات كتير هيك بصير في عندي أوفر بالنكات فخلص بكفي حطينا كمية وفيرة مع اللحمة بعدين رح أنزل برمزان تشيز أو الجبنة البرمزان المبروشة عشانها غالية بتروحي على الدلي بالمول الدلي اللي هي التلاجة تاعت الجبنة واللبنة والزيتونة اللي بالوزن وليله عبيلي بدينار زي ما أنا بشتري حل قد حاجتي مش مضطرة أشتري لمبكة الغالي فأنا بشتري على حاجتي بشتري هدول تقريبا بدينار ونص يعني كوب عشان طبخة فإحنا هون رح نحط نص كوب يعني هون دول تقريبا بدينار بطلعوا علي مثلا هاي البرمزان تشيز رح أحركها على درجة حرارة الغاز رح تبلش الدوب معاي بعدين بهالن نقطة هاي بجوز أول مرة تمر عليكي مع صواني لحم الاستيك الغربية معلقة كبيرة من عصرة الليمون لكل اثنين كوب من الكريمة تمام فنوعا ما الأطباق الغربية بفوت فيها بعض المكونات احنا في مطبخنا الأردني ما بنستوعبها يعني كريمة طبخ وليمون شوية بعيدة بس هي بتروح على الليمون سوس مع الوايت سوس عادة ببعض الأطباق بلشت تتقل معاي هلأ هون أنا بصراحة رح أحط شوية بابريكا اشي بسيط وكمان زعتر ناشف أو بهارات إيطالية وكمان فلفل أسود لاحظي أني أنا ملح ما قربت ليش لأنه الخضرة عندي ملحة اللحمة ملحة صحة صح بسبب وجود الورشير سرسوس وحطيت ملح فما رح أقرب الملح نهائيا خضرتي ملحة إذن إحنا ما بدنا يصير الأكل مالح فما حطيت ملح حركناهم مع بعض بهالشكل هيك هلأ بنروح بنجيب بس مجرد ما تتقل معاي تبلش الدوب معاي الجبنة وهي مش زي المزرلة ما بتدوب على الأكل بها الخطوة رح نجيب صنية حلوة مناسبة لان الفرن فيك تجيب صنية فخار قرانية بس أنا بفضل نفس الصنية تكون مرتبة كرمال إنت تقرني فيها طباق اللي رح يصير كل آتي رح نجيب الخضار بسم الله الرحمن الرحيم بدون ولا إشي ما تدهني ولا إشي زيتها منها فيها الخضار فيها سوائل فما تحطي ولا إشي بس طبقيها على بعضها حطينا الخضار صح؟ رح نوزعها بالتساوي بالطبق دبع التقديم بها الشكل بعدين رح نجيب المزرلة والتشدر أنا ما عم بعمل قراتان ما عم بعمل صنية فشمل فالجبنة هالمرة داخل الطبق مش على الوجه على الوجه رح يكون عندي الوايت سوس بالإضافة لاللحمة فرح نحط المزرلة بهالشكل بالتناوم بالإضافة للتشدر ما بتحب تحطي بتشعري إنها غالية زي ما أريدك بس حكت لك أنا بشتريها بالوزن كرمال أقضي خاطري وهيكي وأعمل لولادي بس ما أتكلف حطيت الشدر هلأ هون بها الخطوة رح نروح نجيب اللحمة ونحطها وين فوق طبقة الجبنة هي لحمتنا وزي ما اتفقنا رح ناخدها هي وخلطتها أنا ما عملت اللحمة بس مقلاية بدي النكها اللي معاها بأسفل الطبق فرح نكون حرصين جدا إنه نسحب كل إشي موجود بالمقلاية فرح نوزع قطع الستيك برجع بأكد إنه مو شرط تجيب ستيك أو رب اي أين كان لحمة راس عصفور هالموجودة عندك نعمة وفضل تقدر الطبق وتتدللي كمان نحطها فوقهم هلأ كلنا كات الورشستر سوس البهارات التوم الكليل الجبل كله هلأ بينزل عندي على هالخلطة بتحب تحط عرق كليل الجبل مثلا مع الويت سوس كمان بصير بس خلص ما بدنا إحنا نبالغ بالنكهات نرجع بنوزع باقي الخليط بهالطريقة وبعدين راح نجيب الويت سوس ونحطه مباشرة على الوجه ولاحظي أنا لحطيت مي ولا إشي ليش اللحمة عندي مستوية الخضار عندي سوتين البطاطا مستوية إذن أنا مجرد عشر دقايق بالفرن غلو بس هيك تتجانس مع بعضها شايف كيف تقلت؟ بهالشكل هذا هو المطلوب راح نروح نوزعها على اللحمة والخضار بالتناوب بس هذا هو المطلوب يعني أنا ما بديها حتى أصلا تعمل كفرينج كتير كبير برجع بقولك مش صنية بشمل هادي شيء مختلف تماماً نرجع بننزل باقي المكونات على فرن درجة حرارة 200 عشر دقايق بالكتير ربع ساعة وبتقدميها إشي كتير ذاكي لو سألتيني إيش بتقدم جنبها هي لحالها من بالها لا بدها رز ولا بدها مع كارونا وطبق صراحة متجانس كمية النشويات والبروتين والكربوهيدرات فيه عالية ومناسبة فبيكفي نقدمها لحالها بعد الفاصل بس أحطها بالفرن بعد الفاصل راح تشوفوها معاي وتشوفوا قديش هي كتير طيبة الخضار ضلت معاي ماسك حالها بس كمان مستوية وأمورها تماماً راح أكل خضار نية فاصل ورجعين خليكم معنا ورجعنا من جديد ننطلع الصنية من الفرن ربع ساعة تلت ساعة بالكتير بس مش أكتر ولا أقل وزي ما حكت لك اخترت نوع من أنواع الصواني عشان أقدم طبقي زي ما هو وتشوفي بدي تشوفي بعينك أنا ما حطت سوائل نهائياً تشوفي بعينك قديش فيه نسبة سوائل في الطبق طبعاً هاي سوائل الخضار بالإضافة إلى سوائل اللحمة خليني أرفع لكم شوي هلأ صارت هي بتميل لصلصة الفطر اللي بنستخدمها مع شرائح الاستيك بالمطاعم فهي نوعاً ما ولكن مع بهارات الكيجن هاي البهارات الخشنة شايفيتها المنقطة هاي بهارات خشنة فخليني أرفع لك أنا جزء من الخضار مثلاً أنا عم بطول حبة البروكولي لونها أخضر عرقها واضح البروكولي دائماً يا بيقلب بني يا بيقلب أصفر بالطبخ مسلوقة مستوية وفاتت فرن ولكن زي ما أنت شايفة شايف البهارات الخشنة كيف هيك تضلم شخصة على لقمتك وطعمها زاكي صراحة من الأطباق الكتير طيبة إذا ما عندك بطاطا بيبي فيك تعملي ماش بوتيتو أو اللي هي البطاطا المهروسة بتطلع كتير طيبة وبعدين إحنا أكيد بما أنه حطنا كليل الجبل فرح أقدم معها عرق من كليل الجبل بالإضافة إلى شرائح من البصل الأخضر الكيرلي معنا اتصال يا أم كريم صباح الخير يسعد هالصباح يسعد هالصباح ويسلموا هالأدين الله يسعد هالصوت نورت يا أم كريم حبيبتي ما يبلو ما يبلو زيتي فرحنا فرح أنت أصلاً فرحنا نبقى نستناكي بس نشوف علا ايش بدها تعمل اليوم حبيبتي أنتو البركة يا أمي بنتعلم منكم والله والله مبسوطين بوجودك مبسوطين ببلدنا مبسوطين يا رب لك الحمد مبسوطين بزفقة في أميرنا حمد لله ربنا يتمم بخير واللهما آمين أنت كمان بتكملي وبتجدينا فرح يا ربي دائماً أيامكم حلوة كل الشعب الطيب الكريم يستاهل الأفضل دائماً شكراً يا أم كريم نورتينا ستة الكل صباح الخير يا أم علي ربي حاب نور النبي يا ربك عليه الصلاة والسلام كيف حالك؟ والله مشتقيين الله يسعدك يا ربي اشتقلك مكة يا رب أهلاً وسهلاً نورت أمك محمد أجمعين يا ربي عليه الصلاة والسلام شوف أولا بدي أسألك شو الفرق بين الزعفران الريش والعصفر والعصفر حاضر يا ستة الكل أمرك هلأ بنجاوبك ابشري العصفر والزعفران هم نبتتان مختلفات يعني زي ما أنا بحكي أم علي أعلى هما أشخاص مختلفين الزعفران هي من نبتة الزعفران والعصفر هو من الكركم لما بتجفف وبيأخذوا الزهرة من فوق العصفر ما بيعطيك طعم زعفران بس يعطيك لون أصفر الزعفران زعفران فهذا هو الاختلاف هما نبتتان مختلفتان تماما طبعا إحنا رح نحط جزء من البصل الأخضر الكيرلي لأنه حلاوته بتروح مع الأطباق اللي أنا عاملتها وخصوصا إن كان معاي اللي هي قطع من اللحم صباح الخير يا دلال صباح الخير يا عمري أهلا وسهلا بالحلوين نورت والله بوجودك منورة والله شجعش منورة بوجودك ووجود الطيبين شرواكستي كافك يعطيك العافية أنا منيحة الحمد لله الله يسعدك كافي عمرك يعني كل رب تجع مني طبق شهيء أنا بتمنى أخذ صحن صراحة يا حبيبتي الله يسعدك مكانكم والله أهلا وسهلا فيك بأي وقت يا حبيبتي الله العظيم أنك مسعلا يعني شف على راس حبيبتي الله يسلم راسك يا رب قولي يا حبيبت بس ننهني الأمير رحتين بالزفاف نعم الله يتمم له على خير يا رب العالمين اللهم آمين اللهم آمين يا رب وفرحة الشعب كلها هاي الحمد لله رب العالمين نعم أكيد الله يتم عليكم جميعا ويفرح الجميع يا رب عبيب وإحنا منفرح لما نشوفك الصراحة يعني تعملين بهج هيك في البيت في الحياة جد في بسير إحنا من نحبك ونعزك الله يا حبيبتي الله يسعدك ويعز مئدارك يا رب ويقدرنا جميعا وما نأصر إحنا وكل فريق العمل أكيد أهلا وسهلا فيكم يا أمر نورتينه تمام إحنا هيك قدمناها مع عرق من كليل الجبال قدمناها مع شوي من البصل الأخضر بالإضافة لقطع من البندورة ولوجود مثلا اللي هي طعمة اللحم بالإضافة إلى نكهة البرمزان تشيز أنا تقلت الجبن بزيادة مع الكريمة فبالتالي راح تعطيني طعم الدسمة هلأ هي من ناحية دسم دسمة الستيك يعني أصلا نسبة الماربل فيه يعني واضحة اللي هي نسبة الدهن فبالتالي أنت عم تاكل إشي دسم لو أكلتي مرة بالشهر بكفي